هذا ويعد مشروع شرق سترة الإسكاني إنجازاً تنموياً يضافه إلى المكتسبات الوطنية للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة شهدت المصيرة الإسكانية في مملكة البحرين العديد من المكتسبات والإنجازات التي تحققت بفضل الرؤى الملكية السامية المرتكزة على توفير مقومات السكن اللائق والعيش الكريم للأسرة البحرينية والذي تم الترجمته من خلال بناء مدد إسكانية عصرية جديدة ومتكاملة المرافق والخدمات فضلاً عن تطوير الخدمات التمويلية وتعزيز برامج الشراكة بين القطعين العام والخاص ومن هذا المنطلق دابت وزارة الإسكاني والتخطيط العمراني على إبرام العديد من الاتفاقيات مع شركة CMAC الصينية في جميع مراحل تنفيذ مدينة سترة الإسكانية وما تتمتع بها هذه الشركة من احترافية في إدارة المشاريع وتنفيذها حسب المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المتفق عليها وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير والتي تأتي مدينة شرق سترة كأحد أهم هذه المشاريع الرائدة طبعا شهرت الفترة الماضية تسارع وثيرة التنسيق بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والشركة الصينية شركة China Machinery Engineering Corporation لتسريع وثيرة تنفيذ المرحلة الثالثة بمدينة شرق سترة والمتكونة من 1269 واحدة سكنية والتي تعتبر أكبر مراحل المدينة طبعا نضغ عمل المشروع يتكون من تنفيذ الوحلات السكنية بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية الرئيسية والفرعية التي تتكون من شبكات تصرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وكذلك شبكات توزيع المياه وشبكات الرأي والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انتهت من بناء المرحلة الأولى في بمدينة شرق سترة والمتكونة من 1077 واحدة سكنية وتسليمها على الموعد كذلك شرعة وزارة الإسكان في الربع الأول من هذا العام بالإعلان عن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة شرق سترة والتي تتكون من 531 واحدة سكنية بالإضافة إلى كذلك البدء في أعمال شبكات البنية التحتية الفرعية والرئيسية في نفس المشروع يعد مشروع شرق سترة الإسكاني من أحد أهم المشاريع المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين فشركة سي أم إي سي تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ هذا المشروع الهام وفق أفضل المعايير العالمية وزارة الإسكان وشركة سي أم إي سي أكمل الجزء الأول من هذا المشروع في عام 2021 وقد تم تسليمه حسب خطة العمل المحددة وتم البدء مباشرة في تنفيذ الجزء الثاني من المشروع في الربع الأول من العام الجاري ونحن نتوقع أن يكتم المشروع خلال الربع الأول من العام القادم ها نحن اليوم نشهد توقيع أحد أهم الاتفاقيات بين الوزارة والشركة للبدي في أعمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع وسنسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بيننا وبين الوزارة لتوفير كافة السبل والطرق لتنفيذ المشروع وتسليمه على أكمل وجه وفق أفضل معايير الجودة وبدورنا نشكر جهود وزيرة الإسكان وفريق العمل على تعاونهم لتنفيذ هذا المشروع الضخم إن مشروع شرق ستر الإسكاني الذي جاء بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعتبر ضمن العديد من المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين والتي تعد اليوم نموذجاً للمدينة المتكاملة التي تتوافر بها كافة مقاومات جودة الحياة من وحدات سكانية ومناطق خضراء وشبكات طرق رئيسية وفرعية متطورة إلى جانب الواجهات البحرية والمسارات المخصصة لرياضة الدراجات الهوائية والمشاه كما ستتضمن المراحل القادمة من المشروع تنفيذ العديد من المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والتجارية